رمضان كريم على الجميع ونبدأ نزل ورق غار وحب هيل اضافة لملعقة ملح ورح نتبع الملح 3 ملاعق زيت زيتون لمساهمة في النضوج السريع والمحافظة عن نكا ورح نضغط الطنجرة ورح نتركها على نور المخافضة لمدة 45 دقيقة 3-4 ساعة وبعد انقضاء المدة رح نصحب الطنجرة تبرد بشكل كامل تمام رح تفتحها متما يكون شي في اللحمة هون على صار الجهزة ومرقة دهب ما شاء الله على جنب في عنا كيلو ونصف لبن وطبعا اللبن مقثرينه على ايدنا في وصف الصفحة بترجعونا بتخطروا اللبن على ايدكم الزبادي الآن رح نضيف ملعقتين كريمة طبخ او كريمة خفو لحتى ندعم قوام اللبن ونعلي بروتينه ونبدأ بالسلك الشبكي نمهد كبداية من ثم رح نتزل داخل الطنجرة متما يكونوا شايفين قوام ناعم ورح نبدأ بداية على درجة عالية النار رازم تكون على اعلى درجة مع عجلة التحريك وباستمراريتها لازم ما توقفوا التحريك مطلقا وتنزل الحواف شايفين الحواف لازم ننزله كل شوي بسبتولة لحتى نحافظ على قوام اللبن بشكل كامل النار مرتفعة مع تنزيل الحواف وعجلة التحريك مستمرة ثلاث امور حافظوا عليها ودوموا عليها ان شاء الله اللبن مطلع قوامه يعني كتير جيد وبالنسبة لوصفة تخطير اللبن وكريمة خفاء رح ننزل بأول التعليقات الرابطين بترجعولن تحضير كلمة خفاء جدا سهل بمكونات بسيطة شايفين قوام اللبن صار رائع رح نضيف الان من مرأة اللحم فوق اللبن طبعا انا استعرض بكلمة الخفاء عن النشا او البيض ما بستمرون ولا بستصيغون ولا بنصح فيون على الاطلاق الان بعد ما اخذنا كبجايتين من مرأة اللحم او بالحلبي رح ننزل اللحمة داخل اللبن واللحمة مثل ما اكون شايفين ناضجة بنسبة 90% رح نستكمل 10% داخل اللبن حتى تشرب اللبن وبنفس الوقت يطعم اللبن بعد ما نزلنا اللحمة داخل اللبن لازم نحاود التحريك بسبتولة بشكل كتير بسيط وخفيف مع المحافظة على ارتفاع درجة الحرارة تحت اللبن الان رح نضيف حتى ما ننسى نصف ملعقة ملح فوق اللبن ونحرك تمام على هذا النحو الشكل اللي شايفينه حضرتكم وعلى جنب رح نستخدم مرأة اللحم للأرز رح نوضعها داخل الطنجرة ونزل عليها نصف ملعقة ملح وملعقة سمن طبيعي تمام تمام في عنا خمس كاسات ماء من مرأة اللحم رح نضيف عليهم خمس كاسات رز بسمتي حبة طويلة مصول ومغسول خمسة بخمسة يعني كل كاسة مابينة كاسة ومجرد ما غريت الماء رح نخفض النار للدرجة المخفضة لمدة 20 دقيقة ثلث ساعة وبعد انقضاء المدة في عنا أربع ملائق سمن طبيعي حميناهم ورح نكوي للرز طبعا للكوية تعطي طعم طعمي للرز منقطعة النظير وبعد الكوية تركنا الرز يتهدى مثل ما يكونوا شايفين نفري ما شاء الله كل حبة بحبتها رح نغطيه نتركه على طرف كمان يتهدى ربع ساعة وعلى جنب رح نحضر الكوية الثانية رح نوضع ملعقة سمن طبيعي داخل المقلات وننزل عليها 10 جرامات سانوبر تمام ونحمسهم حتى ياخذوا لون هون سكبنا طبق الشكل النهائي مع الفريكة الحلبية حضرناها واللوز المحموس وكوينا السانوبر مع السمن الطبيعي فوق الشكلية أعتقد الشكل أو الصورة بتتحدث عن نفسها بكل بلاغة وبكل طلاقة وبكل بيان وطبعا من نسبة لتحضير الفريكة حضرناها وراء التصوير حتى ماشي صفت معنا الوقت فيكم ترجعوا محضرينها بكذا وصفة للفريكة يعني أنا بعتقد أن الفريكة بتلبق للشاكرية أو للأرمان أكثر من الرز بشعيرية طبعا الرز موجود بأسفل الفريكة بيكون فرغنا من تحضير وصفة الشاكرية مع المكسرات والرز والفريك أفطار هنيم وشاهي إن شاء الله والله يتقبل من الجميع حياكم الله كان معكم الشيف محمود درويش من المطبخ خرافي وإلى وصفة مقبلة